سعيد جدا ان انا معاكم النهاردة وبشكركم على المقدمة الجميلة دي تستهلها والله واكتر منها كمان انت دايما مبدع ودايما متقلق يا احمد حقيقي بس يعني انا شايفها كده حسب ملأ وزنت شغلك اللي هو ايه قال للأعمال زو التأثير طبعا طبعا دي احلى حاجة التأثير يحنش مهتمة بالعدد وبالكام انت مهتمة قوي دايما بالكيف وبتنوع الشديد اللي انت عملته هو الكواليتي يعني فكرة الممثل اجمل حاجة انه كل مرة يتصدق هو اجمل حاجة انه كل مرة يختلف يعني ما يكررش نفسه وما يبقاش على طول بس يعني زي ما بيقوله موجود للتواجد فقط ولكن هو يسيب بصمة ودي حاجة جميلة جدا وهي اكتر حاجة بتمتع الممثل وبتمتع الجمهور قبل اي حاجة طب يا ايه الموصفات اللي ممكن تخلي احمد شكر عبدالطيف هي قبل الدور ولو ما لقاهاش موجودة فيه لا يقول لك اعطل بيت احسن يعني هو انت عملتها كتير عملتها باحتراف لا وهو فكرة ان الدور دايما يبقى فيه جديد ان الممثل يتشاف بشكل جديد يعني هو تاريخ التمثيل قيم على النمط ان كل واحد بيعمل لون ينجح فيه يفضل ماسك فيه وخلاص وهو ده الاسهل تسويقيا بس الاجمل اللي يمتع الممثل اكتر انه كل مرة يكتشف نفسه بشكل جديد ان مخرج او منتج يشوف فيه حاجة جديدة يقدمه بشكل جديد انه كمان الجمهور يتفاجئ ما يبقاش عارف هو يعمل ايه ولما يسيب بصمة كل مرة دي حاجة طبعا جميلة جدا انت حققته بالفعل يعني ادوار حتى الشخصيات اللي احنا نعرفها زي فائدة الفش وزي حتى الاختيار الدور الشرير يعني حقيب نحقيك الله يخليك انت في رجل هذا زمان اخدت دور بطولة وكان دور عظيم جدا وحلو جدا ومؤثر جدا جدا فيه ناس توصل عند منطقة دور البطولة تقول لك مش هرجع خطوة الورا طالما وصلت بطولة يبقى لازم اكمل نمرة واحد بس انت عندك مرونة جميلة جدا وغريبة جدا على أولاد جيلك انت متصالح مع نفسك يعني جاية منين جاية من ان الباكجراوند على الواحد كان فيه شوية يعني طبعا خريج مع السينما قسم اخراج ففاهم يعني السينما الحمد لله ما ببصلهاش من زاوية الممثل قد ما ببصلها من زاوية الصناعة النقطة التانية انا درست شوية في هوليوود فيلم انستيطوت في لوس انجلوس فده بيساعد الممثل ان يشوف طريقة التمثيل السينما العالمية فببصل تلاقي ممكن نجم كبير جدا بيجي يعمل دور حجمه مش كبير ولكن بيسيب بصمة مهمة جدا والفكرة ده بقى موجود دلوقتي خصصا في جيل الشباب كمان الاصغر مننا ودي حاجة كويسة جدا محدش بيقس الدور دلوقتي بالمزورة ولكن بيدور دايما هل الدور ده هيسيب بصمة ولا لأ فالفكرة انه الممثل الناس لما تشوف في الشارع تقوله اسم الشخصية هو ده النجاح بمنطقة البساطة إنما لو الواحد بيعمل حاجات كتير وموجود بشكل مكسف ولكن في الآخر الأدوار بتعدي عادي أو بيفجئش الناس بشكل جديد الناس هتزهق منه يعني طبعا دايما كده وإيه أكتر شخصية لما انتمشي في الشارع الناس تتنهلك بيها وده بيفرحك هو حصل معي كذا مرة يعني من أول البدايات في المال والبنون خالص الزابط ابن السول شرابي عايز أقولك أنا قابلت ناس كتير جدا زباط شرطة تحديدا في المرور وغير المرور يقولي إحنا دخلنا كلية عشان المال والبنون الزابط الجميل الصغير ده إحنا حبينا نبقى زيه في سن صغير فقدي الأثر حلو قوي فبفرح مثلا جيت بعد كده عملت مثلا المكلسوم القاضي الناصري وقدي هيكل الناس بقى يبصوا كده آه لا ده إنت بتعمل أدوار الأرستقراطيين بقى خلاص خليك في الروح تبقى حبيتها تمرد فجأت فرصة فريد لطفة شفق اسمهان برضو ده من الأدوار اللي علقت مع الناس شوية حلوين قوي آه دكتور مصطفى مشارفة عالم الزر برضو كان حاجة مهمة جدا من المكتبة العربية الشخصية بثقة لمصطفى مشارفة فالحقيقة وطبعا الاختيار آخر حاجة فكل دور اللي واحد بيعملوا بيبقى فرحان لما الناس بتصدقهم دي أحلى حاجة